وينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري خالد ترامب قال لأنصاره أنه أنفق سبعة تريليونات دولار في منطقة الشرق الأوسط دون تحقيق نتائج كان يصبو إليها هل ذكر هذه النتائج التي كان ينتظرها؟ نعم محمد يعني النتائج التي كان ينتظرها هو أن تكون هناك عائدات للولايات المتحدة ممثلة في أموال تضخ في استثمارات داخل الأراضي الأمريكية وكذلك تحقيق الأمن للأمريكيين وهو ما لم يتحقق من وجهة نظر ترامب لذلك كانت أجندته منذ اليوم الأول هو صحب القوات الأمريكية وسحب ما تنفقه الولايات المتحدة سواء من مال أو داخل حروب عسكرية أو تدخلات في دول أخرى إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويترك الدعم لدول هذه المناطق إذن دونالد ترامب وهو يعلن أيضا أن كما ذكرت أنت محمد فيما يتعلق بانتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي خلال يوم على الأكثر يؤكد أن وجهة نظره كانت صحيحة وألمح إلى خلافات بينه وبين الجنرالات العسكريين فيما يتعلق بهذا الأمر وقال أنه استمع إلى جنود كثيرين في ساحات القتال بأنهم يمكنهم هزيمة تنظيم داعش فقط خلال أسبوع على عكس ما يقول الجنرالات عندما قالوا له أن عامين لكي نقضي على هذا التنظيم الإرهابي هل برر ترامب خالد عدوله عن قراره في سحب القوات من شمال شرق سوريا الآن يقول أن هذه القوات ستبقى ستة أشهر هل برر لأنصاره هذا العدول في القرار؟ نعم محمد هو في الواقع لم يقدم أي التبريرات وكما تذكر هو قرر ذلك في محادثة تلفونية هاتفية مع الرئيس التركي إردوغان ولكنه لم يبرر للقادة العسكريين أو لأركان إدارته لماذا ستستمر القوات الأمريكية عدة أشهر في سوريا تعلم أن يوجد قرار داخل الكونجرس الأمريكي يمنع دونالد ترامب من السحب الفوري لهذه القوات وكانت هناك تقارير استخباراتية قدمت للرجل تنصحه بالتريض حتى لا تتعرض القوات الأمريكية للخطر عند الانسحاب التدريجي وكذلك حتى لا يتعرض الأكراد الحليف الأول للولايات المتحدة في هذه المنطقة لهزيمة أخرى سواء من هجوم تركي محتمل أو من تنظيم داعش الإرهابي إذا ما عاد مرة أخرى طيب سريعا خالد لو أمكن ترامب أعلن أنه سيترشح الانتخابات الرئاسة 2020 وكذلك قال أنه واثق من فوزه في الانتخابات وبفارق كبير هل هناك أي ردة فعلي من الجمهوريين؟ بالطبع الجمهوريون محمد يؤيدون دونالد ترامب وهذا واضح في هذا المؤتمر الذي يضم أغلبية المحافظين من الجمهوريين والرجل خلال هذا الخطاب أيضا دونالد ترامب منذ دقائق دعا كل مؤيدي للاحتشاد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الرابع من يوليو المقبل لإظهار الدعم والتأييد لسياساته وحتى يؤكد لعموم الأمريكيين أنه ماضي في تنفيذ خطته وأنه يحظى بأغلبية في الشارع الأمريكي مرة الأولى محمد يدعو رئيس أمريكي داعنيه للاحتشاد في الشارع خالد خيري مراسي الغد في واشنطن شكرا لك اشتركوا في القناة